تحديد نوع الرحلة على تطبيقك الخاص اندرايف اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على هذه العلامة في الأعلى ثم بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعدها سوف نقوم بالضغط على الصفر نضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة الصفر في هذه النافذة الخاصة ثم هنا سوف تقوم بتحديد نوع الرحلة هل هي رحلة خاصة أو رحلة مشاركة أو شحنة يعني هنا تقوم باختيار يعني يكفي أن تقوم بالضغط عليه ليقوم بإعطائك الرحلة الخاصة بك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر